السلام عليكم ورحبا بكم في قناة ام سلمات اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو هادي نقدم لكم فطائر مع مرين بحشوة لديدة ومن طريقة جديدة ان شاء الله اتمنى ان شاء الله نجربوه من ويداتكم معجبوكم وما تنسوش خليوا لي رأيكم في التعاليق ولي عجبكم الفيديو دروا لي لايك اول حاجة انا اخدو ثلاثة دي الكؤوس دي العبار دي العنبة دي الطحين تلفوس كنوضعوهم في حد القصرياكا ولا في شبول وكنوضيفو عليهم نسكاس دي الطحين دي القمح سبيسيال كنوضعو حد الحفيرة في الوسط كنوضعو قبصة دي الملح شوية دي الملح وجوج ملاعق دي الزيت العادية ولا زيت زيتون كيبقى دكشي اختياري ملعقة كبيرة دي الخل ملعقة صغيرة دي لمطارد او للخردل وبيضاء هنا كنا انا واحد درأس ملعقة دي الخامير الكيموية انا درتها مع الطحين الغربلتها معه صافيو كندو كنخلطوها كبل ماء عادي دي الصنبور ماء بارد عادي سا كنجمعو العجين دينا بعد ما تلك العجين ديالي قد نخليها ترتاح كتشوفوا معي كتجي عليها الشكل هذا مقاسحة مع مرتبة كتكون حال العجين دي المسمن صافيو كنغطيوه كنخليها ترتاح مدة قريبا دي لساعة حقاك من بعد كناخد الميقلات ديالي كنوضع فيها ثلاثة المعالق تصرب بعد يزيد الزيتون كنضيف عليه البصل كمية دي البصل معقولة يعني جوج دي الرؤوس ديالي البصل او لا الى كان عندكم البوروت هوا كتستعملوا يعني كيعطي نفس النتيجة هاد البصلة خطارية كتجيزوينه هكا في المحاشي وكنحركو شوية كنضيفو قطع ديال الدجاج ديال صدر الدجاج ولا صدر الدكرومي وكنحركو وكنخليو يطيب على مال من بعد هنا عندي جوج ديال فلافي الالوان يعني الحمراء والخضراء كنقطعوها كمور ببعض صغر كنضيفها كتشحر شوية وغدا نضيف لهم العطرية ديالي اللي كتكون من الهريسة على حسن الضوق الخرقوم سكنجبير ثوم بودرة فلفل احمر ملح ابزار نضيفو هالتوابل كلها لما توفرج عنده الثوم بودرة استعمل الثوم العادية وكنخلطون زيان كتجيل ديال هاد الحشوة هادي ممكن نستعملوا لكان عنا الشومبينيون للفتر تاوكي جزوين هسافيو هاي الحشوة ديالي كتكون واجدة هنا غد نضيف لها واحد الاضافة يالي غد زيت تقيها واحد لده انتم عتشوفوا معايا احنا عندي جوج ديال القطاع ديال الجبن متلت ولا مربع كنضيفهم في الاخير هاكا وكنضيف جوج ديال ملاعق كبار ديال ياورت نسوس طبيعي صار فيك نخلط حتك ندمجوا لي هاد العناصر اي جوبن عندكم ممكن لك ان تلقي شدطارية اي حاجة هاكا تعطي واحد للتزوينة صار في وهي الحشوة ديالي هي هادي نحركوها مزيان وكنخليوها تبرد على جانب صار فيك نخليو الحشوة ديالي تبرد على جانب في هذا الاثناء اتكل الجينة ديالي تلقات مزيان كناخدها هكا كنقسمها على ربعات ديال الكويرات متساوية حيث كل جوج غد نديرو هم هو نديرو واحدة في قلب وحدة انتم غد شوفوا معي المراحل كلها هنا شكلت ربعات ديال الكويرات كي كتشوفوا معي هادي نخليو مرتاح وما امكان هي مرتاحة العجينة قد ما كتعطيني الطوع في الخدمة هادي نغطيوها نخليو على جانب حتى الطوع لنا في الدينا مزيان عاديك ساعد كنبدو كنصيبو في شكل ديالها يعني كنشكلوه كيف حنا بغينا بعد مرتاحة العاجين هنا عنا دوبت شوية ديال الزبدة اي زبدة كانت حيوانية ولا نباتية ونخلط معا شوية ديال الزيت كندهن لسطح العمل وكمدة كنصرح في الكويرات اللولة بحلى كنصيبو مسمن كنصرحوها زيان تكتو اللي تبع لينا الرخامة اولا لسطح العمل بعد ما كنصرحو الكويرات ديالنا انتو ما غرر شوفوا معايا كتبقى كتبالينا هاكا كرخامة كننشطو واحد شوية ديال الطحين ديال القمح سبيسيال ولا سميدة رقيقة كنرشو هاكا على المسمنة ديالنا او لعلى الكويرات ديالنا اللي سرحنا وكرشو الخاليط ديال الزبدة والزيت كنحاولو ندهنو على المسمنة ديالنا كلها وكنطويوها بحلى غادي نديرو الرغيف ديالنا العاديين كنطويوها على هات الشكل وكنعودو ندهنو بالزبدة كنديروها على شكل مسمنة مربعة وهنا غدا ناخد الكويرة الثانية وغدا نسرحها بنفس الطريقة كما كتشوفوا معايا نحاول نسرحها مزيان فوق سطح العمل تكتب اللي الرخامة او لا سطح العمل كيف ملكور اللولا وكرشوها بنفس الطريقة بسميدة او لبطقيق ديال فينو ورشو على شوية ديال السبدة المدابة مع الزيت مخلطين وكندهنو لها الوجه ديال لبهات الشكل وكنحطو وسط منها مسمنة اللولا اللي ورقناه وكنجمعوها على هات الشكل وكنخليوها ترتاح وكنكملو بنفس الطريقة هنا نرجعت المسمنة ديالي اللولا بعد ما ترخفات معايا سرحتها بالشكل وغدا ناخد الحشوة ديالي بعد ما بردات كنعملها الوجه ديال المسمنة ديالي بشكل مستطيل كنحاول نقعدها هكا بشكل مستطيل في الوجه ديال المسمنة سافي هنا بعد ما قادتها كيكتشوفوا معايا جاءت على شكل مستطيل في الوسط هنا انا موجد شوية ديال الفروماج مبشور يعني اي جبن عندكم ديال ايتام موزاريل اي جبن عندكم كنحاول نضغط على الحشوة ديالنا بشوية كنحاول نضغط على الحشوة ديالنا بشوية هكا بالطريقة سافي وكن نضغط على شوية هكا نحاول نسلحها كنضغطون زيان وكن نقضو هكا تجين هكا على شكل مستطيل افون هنا هنا غدا ناخد جرارة او لا القطاعها او لا السكين وكن نقطعها هكا بها الطريقة كمشيوا مع هاد البودان كامل تك نقطعها كلها كي جوزوينين سبقوني هاد المورقات او هاد الفطائر غادي جوزوينين وغادي ننفعون هكا تفرم دان ان شاء الله هكا مختلفين مشكل المسمنات العادية اللي كنديرو معامرين هاد بطريقة اخرى بطريقة جديدة سافي كي كتشوفوا معايا كنقادة كنحاول ندخل ديك الحشوة اللي خرجت من الجنب وكن نضغط على شوية ونديرو فلاطة ديالي هنا بنفس الطريقة دركة المسمنات اللي بقوا عندي وحدة فلسط وحدة بنفس الطريقة او الثاني دركة لهم ديك الحشوة اللي بقات لي وعمرتهم وقدم قطعهم بنفس الطريقة كتعطينا كمية لا بأس ابيها يعني اللائلة ديالنا كتكفي ثم اليك العدد كبر ممكن تضعفوا المقادر شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي مورقة كتجي مفويت يعني بحل مورقة سافي وقدين ناخدهم كلهم وقدين ديهم فلاطة ديالي لك تدخل الفرن انا هنا مسخنا الفرن من قبل مني بتسكن نعمر فيهم بالحوشوة دلت الفرن ديالي كيس خن الامية وتمانين داراجة وقدين حطى الوسط هذا الطيب من تحتهم الفوق قبل هير الشينا غادي ناخد اصفر بيضة وقدين دير مع شوية ديال سلسطة سوجة ممكن ديروا قطرة ديال الخل قطرة ديال الحليب اي حاجة اللي غادي تتحيدين اذيك الصفورة ديال البيض وقدين نخلطهم هكا شوية بالشوكة ودن دن دن بالفطائر ديولي ندهنو مزيان باش كي يجيو هكا محمرين ديال السوجة كتعطيم واحد اللون زوين من اللي كي يطيبو بزين كي يبقى اختياري هنا انا غدا ناخد شوية ديال البافون ممكن ديروا زنجلان ممكن كل واحدة لحسب الدوق ممكن تخلوهم غيرها هكا بالبيضرة كي يجيو زوينين وكنعمل خطوط ممكن تدردرهم هكا شوائيا ممكن تعملوا دزين اللي درت انا يعني كل واحدة لحسب الدوق دياله ناخدهم الفراني طيبو يعني الفراني يكون سخون من قبل كي ما قلت لكم كي يجيو لداد وشاش ومورقين وهذا وشك النهائي ديال الفطائر ديالنا كي ما قد شوفوا معي كي يجيو الشاش هكا والداد سمنى ان شاء الله تجربوهم مكوناتهم اقتصادية والطريقة جديدة ديالتحضير سمنى ان شاء الله تجربوهم وخليوا ليعيكم في التعاليق وإلى فيديو آخر ووصفه جديدين ان شاء الله موسيقى 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 موسيقى